المهندس عبد الرحمن الزواوي رئيس دائرة التقديرات بمصلحة الأرصاد الجوية صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صيفية بيمرقلوا غيمة غيمتان بس ما حدا بيحس لهم زوار كتير خفاف من هالفصل ورايح من سير أكتر من شوفهم أبيض وأسود وهيكي وأشكال مختلفة ساعة معبئين عبعضهم ساعة إلى آخر هلأ نحن اللي نتذكره من الغيوم يلي تعلمناه شوي بالمدرسة سيريوس وستراتيوس وننبوس كل هدول ما هي يعني كل هدول الإخبار بس ما كنا فعليا نعرف لك اليوم بدنا نجرب قدنا فينا نوضيحها الأمور نقول ليش منشوف غيوم من نعم تجي الغيوم وليش الألوان والأشكال بتختلف شوي أكدر عن غيرها الغيوم أول شي هو حقيقة فينا نسميها مخلوق عجيب هو هيدا التعبير الحقيقي ونحن كل حياتنا العملية بالأرصاد الجوية عايشين معهم من عددهم من أسميهم الأثامي أول شي ليش الأثامي الأثامي أنه تعمل حتى نقدر نحن كمان رفرنس بس إذا الغيمة الفلانية إجت شبنا له الشكلة مثل أرامبيطة أو شكلة مثل نعرف أنه هاي الغيمة اسمها كومولوس التسميات هي مهمة كتير للكوداج للطيران نعرف أي غيمة فيها تربلوس أكتر أي غيمة فيها كهرباء أكتر أي غيمة بسيطة خفيفة في غيوم ضبابية بتكون كسيفة من جوة كل هالتسميات والهدف منها نساعد حالنا أكيد بمتابعة أحوال التأس أكيد الغيمة مثل ما أنا مخلوق أنه هو شغلي إذا ما نفكر فيها مظبوط بنت أتفكير كتير الغيمة هي مألفة من قتلات دو يعني فيها نقطة ماي كتير صغيرة وعلى مسافة كبيرة يعني الغيمة اللي هي الكومولوس إذا أخذنا الكومولوس اللي هنا أكتر شيء من شوفهم باللبنان إنه غيوم بيض وشكلهم مثل أرامبيطة هاي دي المرسمون من تحت بلات ومن فوق هيك عاملة هاي الغيمة أكتر شيء نرسمها بضبوط بالرسمة لنرسمها من الهون صغار هاي الغيمة فيها قتلات دو كمية كبيرة من نقطة المي بعض عن بعضهم ما بيوقعوا لأنه نقطة المي كتير خفيفة بنسبة للهواء بس في كمية كبيرة يعني كيلومتر عرض وكيلومتر رفاع بطلع عدد أو وزنة تقريبا 500 تون هاي الغيمة هاي الغيمة الصغيرة اللي مشوف هؤنا إذا نقف تحتها هنشوفها حنشوفها معتمة إذا نقف فوق بالتيار هنشوفها مضوية هنقولها الغيمة الصغيرة اللي هي مثل القطن لا هي مش مثل القطن هي فيها كمية مي إذا جمعناهم كل هالنقطة المي إذا شائط الظروف صار فيها عصفة واجتمعوا وزنهم هدول كلهم 500 تون يعني تقريبا 100 تفيل بكل غيمة 100 تفيل بكل غيمة هاي هون عميتمشوا فوقنا هصلا بس ما بينزلوا لأنه هنه نقط صغيرة وبعض عن بعضهم هلا لما يكتروا وصير في كسافة بالفابوردو أو بالكامية المطر بتجمعوا أكتر بيصير نقطة كبيرة لما يصير نقطة كبيرة بتنزل بينزلوا نقطة نقطة الحمد لله ما عم ينزلوا دفعة وحدة لا أكيد الحمد لله اللي صار بالأعصار هارفي بأمريكا تقريبا مليارات الأطنام من المي نزلت بوقت سريع كتير مشان يكسر في عندن فيضانات صح هادي هي الغيمة بشكل عام هي بتل ما قلنا هل نقطة المي اللي مجمع بالجو ليش مجمع بالجو أول شي لأنه نحن عنا تبخر نحن عنا مية البحر حدنا وعننا رطوبة بيصير في عنا تبخر للمياه بتطلع لما تطلع بالجو بتبرد لما تبرد لما تبرد أو مخار الماء بتحول لنقطة مي نقطة مي بعيدة عن رفقاتها بيدلوا كل وحدة لحالهم ما بيتجمعهم لما يتجمعهم مثل ما نأنا بينزلوا الآن في عدة تعاوامل كمان تكون الغيوم الغيوم بتكون على الجبال لما الهوى البحر يجي ويطلع على الجبل بلبنان هي واضحة كتير منطلع دائما على جبل من لاقي على الساحل ما في غيوم على الجبل من لاقي في غيوم أكتر أكتر لأنه هالهوى اللي يطلع على الجبل عم يتسلأ الجبل رطب لما يطلع شوية شوية بيبرد لما يبرد بيعمل كوندنساسيون بيجمعوا هالنقطة الماء جديد وبشكله غيمة كل مجموعة خمسة مليار نقطة ماء قاعدين عاملين غيمة لحالهم شيلي شكلها هيك شيلي شكلها مسطح من هون تيجي التسميات وكل شكل هو ناتج عن حركة معينة للهوا وهو بدليل انه جاي لنا موجة او مش جاي لنا موجة او هاي دي نهاية موجة تانية صحيح طيب هلا السؤال كمان انه ليش يعني بفصل الشتاء هالقد دغري يعني بتحس انه كتير على بتنزل الحرارة فرح نشوفهم اكتر للغيوم يعني عم بيتكونوا قدامنا بيصيروا طبعا بالشتاء كل هاي دي الامور ما بقى عم نشوف شكل هون ساعتا عم نشوف بتصير مساحات كتير كدير ما عارفين اشوف الشكل الا اذا طلعنا فوق الغيوم او اذا اذا محصلوا انتو هاي دي ساعتا بتعرف اي بس انه طبعا احنا بنتنزل لنا على الارض هنشوف غيوم ايه نشوف مساحات كتير كبيرة ايه هلا الناس ما بتلاحظ انه بعد الاحيان هي ليس مثل الشرشف بعد احيان هي متل الارامبيطة بعد احيان هي متل سندان طبعا الحداد يعني هاي الاشكال احنا بتضل ليش اوقات منشوفها كتير غامقة هيك على رمادة اسود اوقات منقول هاي دي اوقات منشوفها ابيض هاي دي اقلو علاقة بالغيمة من أديك أسافة النقطة الماء اللي فيها الناس اللي عندي بيقولوا أنه يعني أنا حقلك وما بعفشو التفاصيل أنه الغيمة البيضة البيضة هلأ بتكون مثلا على الجبل عم بتنزل تلج هيك نحنا من بتفكيرنا الغيمة السودة هيدا حاملة أكتر رعد وبرق وإلى آخره هي بتحس أنه وقت اللي بترعد وبتبرق كتير بتحس لغيوم صاروا كتير صوت تريد التفكير مش غلط هيد ناتي عن رؤية الناس بترائب كتير خاصة المزرعين بالبقاع أو الناس اللي عايشين بالجبل اللي عندهم دايما مسيحات يقدروا يرقبوا ملاحظاتهم مزبوطة في كتير غيوم بالبقاع هواق بتشوف الناس من نحنا نعرفهم بزحلة برقبوا التأس خبرونا أنه في غيوم بيضة بتجي هي هلأتوستراتوس اسمها هيدا بيكون الجو رايق فشأة بصير تهرهر تلج هيدا غيمة متلينة أصلا نقط تلج وبتجمعوا شوي شوي لما يبرد الدنيا لما تبرد الدنيا بصير الكنسطراتوس أكتر وأكتر مشاناك بصيروا ينزلوا هلا بالصيفية ما بتشوفيهن لأنه متبخرين هني مخار ماي هيدا الفرق بين الصيفية ولا بتصير غامة وصودة أكتر غامة وصودة أكتر غامة وصودة أكتر غامة وصودة لأنه في كسافة يعني يعني مكدس يعني عنا الغيوم الكوينو نبيوس هنحكي عنهم بعد شوي هيد الغيوم من تحت لفوق مسكر السماء كلها وما مشوف الشمس وهي هالمساحات كلها بتكون البرق والرعد هاي أول شي حينا عن تسمية الغيوم قلنا أنه بتتسمى لأنه هي نوع من الرفرنس للمؤرد بيناتهم لنعرف كل وحدة دليل أي موجة أو دليل نهاية موجة ملاحظ بها الصورة هيدا في عنا طبقات الغيوم وأسامي الغيوم لأنه نحن الغيوم هنه أربع عائلات من الغيوم 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 المرتفعة اللي هي ملاحظ هي سيروس سيروستراتوس سيروكمولوس اللي هنه موجودين فوق وهن مقالفين من خيوط جمالا من النقط مش الماء هونه نقط التلج بس كمان بعض عن بعضهم ما بيوقعوا الغيوم المتوسطة اللي هي ألتو سيروس وألتو كومولوس هالأول شي هل أقول لكم السيروس السيروس هي من الكلمة اللاتينية يعني هي خيوط هيك تسمت بالأول بكرن الثامن عشر وبيقوا على التسمية الألتو هنه متوسطين هنه كمان ألتو يعني متوسط باللاتيني هنه الألتو كومولوس هنه متوسطين هدول ناتجين جمالا منشوفهم لما يكون جاي علينا موجه يعني مكون في موجه بتركية أو بأبرص بيبلش وبعينه عننا نعرف نحن أنه واصلي لعننا هادي كأوبصير في عنا الغيوم المنخفضة اللي هي سيروس سيروس اللي هي مثل الضباب بس عال شوي يعني الضباب لما يكون عننا هو غيمة بدنا هي الضباب بعض البيوت بالجبل بيقولوا لنا أنه الغيمة بتفوتنا عندهم من بارندة المطبخ وتظهر من بارندة السالون لأنه هنه الارتفاع الموجودين فيه هو ارتفاع غيوم بس بيقالهم ضباب بس هنه غيوم هدول وفي عنا كمان الغيوم اللي هي اكستنسيون وفرتكال يعني تطلع كتير من اللي حكينا عننا برأوراد هي كومولوس وفيه الكومولوس هذا هي عائلات الغيوم جمالا هدول هندي هلأ حنشوفهم وحدة وحدة بعد سؤال بيقولوا أنه بتسافر الغيمة يعني بتنقل مع الهواء وإلى آخرها قديش حياتها يعني قدي فيها تروح مسافات بدون ما تتعرض إلى أو حسب وين بتكون مرأة أو كيف هلأ هو إجمالا الغيمة حتى الفاهمة مظبوط هي نقطة بالأتموسفير فيها نقطة ماء وفيها شروط لتتكون فيها الغيمة يعني أنا فوق رأسي مثلا الضغط الجوي هالأد والحرارة هالأد الهواء عم يتحرك ويمشي وفي بقلبه فابوردو في بقلبه هوا وكل نوع المتريال الموجود فيه لما توصل الفوق رأسي عم تتحول لغيمة مش هي الغيمة عم تزيح هو الهواء اللي عم يزيح فوق هي بياخد هالشكل هيدا فوق مطرح تاني بياخد شكل تاني اي هلا إذا كانت الهواء قوي وسريع أكيد الغيمة تتحرك لسهواء لأنه أصلا الكترة الهوائية موجودة فيه رأسي هي كلها مثل بعضة نفس التكون بس بشكل عام إذا كنا بجوري هي مش الغيمة اللي عم تتحرك هي الهواء اللي عم يتحرك بس أنه سرعة الهواء أو التغير حتى أطار رأسه أطار كعبة اي بتغير الشكل وإلى أخار الزب هلأ هون فرجنا الارتفاعات من لاحظ الارتفاعات من تقريبا من من 500 متر لحد 13 كيلومتر حتى ارتفاع الغيوم وفي غيوم مثل نامبوستراتوس هي فيها ماء كتير مانا مؤزي ما فيها برق ورعد بس فيها ماء كتير هي دي تقريبا خمسة كيلومتر الارتفاعات يعني الطيارة بدأت تتحاول إجمالا تتزيح عن هالغيوم مسافة مش هينة خمسة كيلومتر تطلع وتنزل والكوميون المبوست هي الغيمة الأسوأ بالنسبة للطيران اللي هي فيها برق ورعد وفيها تربوس إجمالا الطيار مش لازم يفوت فيها يعني هاي دي الغيوم إجمالا تكون عرض المطار بيأخر الهبوط طياع وبحاول للاقي فتحة بقلبها غيمة عم تكون عم تزيح من جهة لجهة بيمرؤ فيها هاي دي الغيوم إجمالا مأزية مأزية طبعا مأزية أي مأزية يعني في حالات الغيوم الطيران سقط من سبب هالغيوم هاي دي أكيد في عندهم مشاكل تاني بيكون هاي الغيومة مش ناقصة كمان هاي غيومة تجي هون بتأزي هون هاي دي حالات نادرة كتير حالات نادرة واليوم الطيارات عم تصير مجهزة أكتر طبعا هني عم واجهوها المشاكل التدريجيا وكمان في عنا مشكلة تغيير المناخي خمان هالنعم الغيومة متأسى أكتر يعني كله لاحق بعضه كمان بالنسبة للا لان طالما فيه انستابلتاي وفوارق حرارية بين تحت وفوق طالما هالغيومة بتكون أقوى بتصير تتشكل أكتر بتصير تكون أقصى من الداخل صحيح هلا عكل حال حنشرح بالآخر شي عنا كيف تكون عنا وقت هاي دي أول شي هاي دول اللي فيهن كريستو دوغلاس واجمالا انني بيشتوا بس نوط وصفت على الأرض يعني اذا طلعنا لعندن ممكن نشتوا علينا نحن وفوق خفيف بس طالما يوصلوا بتكون تبخرى ترحت لهم كتير عاليين وحرارتهم كتير واطي بالنقص خمسين درجة اجمالا السيروستراتوس هو الغيوم من نوع السيروس بس انه متل وشاح ترانسبران مرهود على العالي اجمالا منلاحظه دايما لما نلاقيها الدوارة اذا كانت الشمس وراه بيكون مخبية بس بيكون ضعفة وبتعمل مثل دوارة الشمس اول امر هاي دا السيروستراتوس يعني هنه انديكاسيون نعرف انه هيدا هو السيروستراتوس فيه اشكال مش معقولش حلوة بس يعني ايه اشكال كتير حلوة اذا احنا عنا وقت رائب هالاشكال واذا نعرف اسميه هنا الشي كمان بيضيف حماس أكثر مش هنقوله لفضل بس سيروستراتوس سيروستراتوس كمان هدا اغمأ شوي من هيداكي كمان هدا عالي هو اسمك هيدا تقريبا بيضل مبين الشمس ما بيعمل هالالو الموجود هو كمان شكله في لامون يعني كمان هنه من الريش او من الخيوط بس قريبين بعضهم اكتر وهيدا كمان ناتج عن كمان كدوم منخفات جوي بس بعضه بعيد الامد يعني هنالغيوم كمان انديكاسيون لقلنا انه قديش بعده مطولة او مش مطولة بعد الاحيان باللبنان لانه صغير منشوف هايك نوع من الغيوم ممشوفش ورا لانه بيكون مرأة عشمية سورية او مرأة عبرس المحوال الجوي السيروكمولوس هنه مثل الكومولوس بس كتير عاليين وموجودين ملازلين بعضهم بشكل فامي يعني عيال كأنه مع بعض بتحرك بشكل انديبندنت عن نفعاتهم هيدا باللبنان اجمالا كتير منشوف منهم هيدا السماء لبنان كتير منشوف من هدول وهدول كمان اجمالا بيكون مقدومين بيضلوا عشي انه في تغيير بالتأس لغايمة الآلتوستراتيوس والآلتو كومولوس هيدا هون لانه المنخوات جوي قرب يعني بس نشوف هدول الغيوم اللي هنه ارتفاععهم من ألفان لستة الالف متر هاد بكون انه منخوات جوي سر قريب الجبهة السيخنة بسميها بالأول يعني الهواء السيخن اجمالا بيكون مدفوش من الهواء البارد ويصير يطلع بالعالي بيصير يكون هالغيوم هيدا شوي شوي يصل الهوال بارد كله ببطل يبينه هدوليك اللي بيشده عازم الألتوستراتوس هاي صورة تانية نشوف نفرجي أنه الألتوستراتوس كمان بطبقات الجو إذا كنا بقلب الطيارة لما الطيارة تنزل أو تطلع ملاحظ أن ننتقل من طبقة لطبقة الألتوستراتوس يعني هي متل تسطيح مسطحين يعني غيوم سطحة مانا غيوم عاملية متل تكتلات هي مسطحة وفيها طبقات منطلع بفراغ ونطلع طبقة التانية حسب الحرارة الألتوكومولوس هاي الكومولوس اللي شفناهم بالأول اللي ما نشوفهم بعدين سوري بس الكومولوس بتعرفيها شوية هي الصغيري اللي حكينا عنا اللي وزنة خمسمائة تون هاي الصغيري اوكي هدول ألاف منهم اللي مجمعين بيكونوا بس على طبقة متوسطة لإننا مثل تريف أربعة تريف متر تقريباً وهني جمالاً ممكن يقطعوا فترة قدامنا وما يأسرعنا بشي يعني لا بالتربلوس ولا منيحة الشتاء بالنسبة لهوليك هولي ماشي عم نلع بس هي الفكرة انه بيبقوا يعني الشكل كبعاً منظمين منظمين صحيح لأنه بكون حركة الهواء بهالمطرح هيدا هي عم بقدي لهالتكون هيدا مثلما ان الكونديسيون موجودة بهالطبقة هيدا بتسمح يتكونوا وما في شي عم يتغير عليهم اجمالاً بهالطبقات هيدا من الهواء ما فيه تأثير للتلوص ما فيه تأثير للناس يعني هني عايشين عراحةهم وضبط احنا بعد عنا دقيقة بس شوفينا عن قابتو كمولوس احنا هنشتغل بسرعة الغيوم مخفضة عن البحر عن الارض اللي هي استراتوس اللي هي فيه كتير ماء وهيدا اجمالاً بتتكون بالشتاء ما ام نلاحظ شوفيه فوقاً لأنه هي اول شي منشوفه مسكرة على البيئة هي اذا نزلت شوية بصير الضباب استراتوس هاي صورة تانية هالكومولوس البوتون مثل اللي حكينا عنا هاي اللي وزنا الميت فيل هيدا اجمالاً صغيرة هيدا بكموا مبسطين فيها كتير بس الحمدلله ما عم يتجمعوا الميات ع بعضهم ومينزلوا هاي اجمالاً تجي بعد العاصفة هاي ببيروت هيدا استراتو كومولوس ببيروت هادا حبتها نقول انه شي موجود عنا هيدا كمان كان فيه جاي من خبط جو المرة الماضية تكونت قبلها بيوم هيدا هيدا النامبوس تعتويس فيه ماء كتير متما ان النامبوس هو باللاتيني ماء ماء كمية ماء كبيرة هاي دي غيمة فيها كتير ماء خمسة كيلومتر اكسر تايتا ما فيها برق ورعد هلا الكمولولونامبوس اللي هو الغيوم اللي بتتأزد طيران هاي دي بتشكل به الشكل هيدا بالأول بتطلع من تحت لفوق عراسة بتعمل مثل الريش ومتل السندين تعل الحداد هيك بتعمل هيك وهي دي بتكبر كتير مساحتها كتير كبيرة يعني نحن نطرين الغيمات نطرين الشتوات بس ما نمقيهم الغيمات مش كلهم هاي دي صورة تانية فيها البرق والرعد هاي دي مخاطر للطيران اكتر شي وفيها كهرباء كتير مفرجيكم الصورة هاي دي حركتها هاي دي حركتها بقلبه ومشوف الشارج لبيناتهم هني بيكونوا البرق والرعد كوزتيف فوق نيجاتيف تحت تعمل هالشارقطة بيطلع البرق والرعد يلي لازم ينتبهوا منا يعطيك ألف وعافية بس دي لألك نحن نطرين الغيمات نطرين الشتوات بس ما نمقيهم الغيمات مش كلهم يا ريش نمقيهم بس نموستراتيوس يعني بس ما ما يبدون رعد ما يبدون شي مرسي أهلا وسهلا فيك معنا بستوديو عالم الصباح كم مرة منيخدوا بريك ومنرجع من ذلك موسيقى 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 موسيقى